بيسأل ديرلوقتي لو شركة شغالة كاد وطلع شغلة كويس جدا ومبسوطة كل حاجة مفيش قاة مشهاك خالص هل في مشكلة هوية من تجدش البيم؟ لا مش مشهاك خالص مدام هي شغالة كويس بيش لازم تجي البيم هي انت بتدور على الحاجة اللي سهل لك يعني انت رايح الشغلة ممكن تروح بالعربية ممكن تروح بالفسبقى ممكن تروح بالعجلة ممكن تلاقي ان العجلة هي الاسلوب الوحيد لان انت تروح ممكن تلاقي العربية فهي مجرد تورز بتستخدمها عشان توصل لها ده فيديا عكا. تمام? ممكن تكون انت شغال اصلا شركة شغالة بيم وكل الناس فيها فهمين بيم بس المشروع دوت لو تعمل بحاجة تانية هيبقى افضل. تمام? ممكن تكون شغال ببرنامج معين وتلاقي ان الحاجة دي ممكن لو تعمل مسلا بسكتش اب يا سهلة وبسيطة فالاسأل ان انا اعملها بسكتش اب واخرص منها. تمام? مش مطلوب شغل بيم فيها. فهي الفكرة كلها ان انت بتشوف ايه اللي انت تشغل به بس المهم يحقق ان كل الاط حاجة كديدة. تمام? بس خلينينا نفكر برضو. اه تعالي نشوف ايه المزايا بتاعت البيم والمزايا الكاد. وش عاعد اشرحهم كتير لان احنا شغالهم كزا مرة. اه شوف المزايا ديت. تمام? زي ان لو انا اقعد كده وقالوا ده فيه نظام اسمه ستار نزل. تمام? والناس بتشكر فيه. تمام? هتحول ليه على طول ولا هابدأ اجربه? هابدأ اجربه وشوف ايه المزايا وشوف الناس قالت ايه عليه? وابدأ انا اجربه في مشروع صغير بعد عن الشغل وبعد عن التسليم لقيته كويسة هتبدي اعتمد عليه. فانت ابدأ اشوف البيم دوت ايه المزال فيه? ايه الحقيقة في الحقيقة? هل هو نصب? هل هو اعلان من شركة? ممكن تكون في شركة بنزلها برنامج قديم ومالوش ايه لازمة? بس عاملها رضعها كويسة جدا وده بحصل كتير. ولا يسوي اي حاجة خلص. فانت بتبدأ تدرس الموضوع بحقيقة دية. ولو لقيته كويس تجهل ليه. لو لقيته ان هو تضيع وقت وكلام فارغ خلاص تسيبه. ده كلام عام في اي نظام دي سيست منزل جديد. بنبدأ ندرسه ونبدأ نشوفه. يعني فيه سيبي دارة تنزل كل شوية. الواحد بيسمع انها سوبرستار بعد كاب يشوفها مثلا منازبة مثلا للاي تي بش مناسبة لشغل الاستشارات الهندسية وهكذا بتبدأ تدرس الحاجة وتشوفها هل هي منازبة ليك ولا هتبقى متعبة ليك.